يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الظهر والتاريخ كفاكا كيف اجترأت على خير الورى سفهاً كيف اجترأت على خير الورى سفهاً قد بؤت بالخزي ظلاماً وأفاكا إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناكا الحمد لله القابض الباصط الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد أن كانت له في السماء مواضع أنزل القرآن كتاباً يتلى فإذا الناس محجوب وسامع وإذا قرأ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع وأشهد أن لا إله إلا الله الضار النافع وأشهد أن محمداً رسول الله أقض للمشركين المضاجع ولد يتيماً فقيراً فزهدت فيه المراضع وشب عفيفاً كريماً وأترابه في اللهو لهم مراتع دانت الدنيا لغيره وأتحفته هو بالمواجع والفواجع اللهم صل وسلم وبارك عليه ما دام في الدنيا ساجد أو راكع واجعل صلاطنا عليه وديعة من لا تضيع عنده الوداء أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلاً ومرحباً بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا نعيش الآن في شهر ربيع الأول ونعيش في ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء بك زين الله السماء فبشرت وتضوعت مسكاً بك الغبراء إن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بمثابة فيض على الكرة الأرضية جمعاء تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادية والقصابة وأسدت للبرية بنت وهب يداً بيضاء طوقة الرقابة لقد ولدته وهاجاً منيراً كما تلد السماوات الشهاباً قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه السيدة آمنة بنت وهب في منامها أن نوراً خرج منها فأضاء الكون وسمعت هاتفاً يناديها ويقول لها لقد حملت بسيد الدنيا ومن فيها فإذا وضعتيه فقولي أعيذك بالواحد من شر كل حاسد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اهتزت حصون الشرك والظلم في الدنيا وإذا بإيوان كسرة معقل الظلم والفساد في الدنيا آنذاك يتصدع وتتساقط شرفاته وإذا ببحيرة ساوة التي كان يقدسها المجوس تغيض ويذهب ماءها وإذا بالنار التي كانوا يعبدونها تنطفئ مع أنها لم تنطفئ قبل ذلك لفترة طويلة ولذلك ظهرت بشائر وإرهاصات النبوة يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم والله إني كنت بالمدينة وكنت غلاماً ابن سبع سنين أو ثمانية أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً يصرخ ليلاً فوق أطمط بيثرب وينادي بأعلى صوته ويقول يا معشر اليهود فأقبلوا عليه وقالوا ويحك ما بك؟ قال تعسن طلع الليلة نجم أحمد سعدت ببعثة أحمد الأزمان وتعترت بعبيره الأكوان والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان وتوالت الصيحات في عليائها ولد الهدى وتداعت الأوثان كيف نحتفل بهدي النبي أو بذكر مولد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيما وقد تعرضنا في هذه الآونة لمرارة تنفطر لها القلوب وهي الإساءة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فما واجبنا إذاء ذلك؟ وكيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بداية ينبغي أن لا نكثر من تكرار ذكر هذه الإساءة لأن الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أميت الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فيه فينتبه له الشامتون ليس معنى ذلك أن نقف مكتوف الأيدي ولكن لا نكرر ذكر هذه المهزلة أو هذه الإساءة حتى لا نكون سببا في نشرها من المعلوم أنه في العصر الجاهلي كانت هناك قصائد وكان هناك شعراء بعد قدوم الإسلام ظهرت قصائد هجاء وذم وإساءة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولكن هذه القصائد اندثر معظمها ولم تصل إلينا لأن الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا عنها ولم يعطوها ولم يعيروها اهتماما فاندثرت ولم تسجل ولم تدون ولم تنتقل إلينا ولكن لا بد من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته الحق سبحانه يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ابحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته ليس في يوم مولده أو في شهر مولده فحسب بل على مدار الظهر عامة أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد وعدم الإسراف في تناول الطعام والشراب كما قال الإمام الشافعي عليه سحائب الرحمة جمع الله الطب كله في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تشرب الماء وأن تواقف نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تعيب في طعام ما عاب النبي طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ونهاك أن تنفخ في الطعام أو الشراب الساخن لتبريده نأخذ اتصال ثم نواصل إن شاء الله أم صلاح السلام عليكم كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبي والشريف وحضرتك والأمة الإسلامية بكامل صدق الله العظيم لو سمعت يا شيخ أنا عاوز أعرف الصيقة الصحيحة للصلاة وعندبيه صلى الله عليه وسلم حاضر واليوم النعاردة أنا قريمة بفضل الله اليوم ده صيام مستحب أو فرض أو واجب نعم حاضر كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم أختنا الكريمة بتسأل سؤالين السؤال الأول الصيغة الصحيحة أو الصيغة المسلى يعني نود أن نقول جميع الصيغة مخبولة إن شاء الله لكن الصيغة الأفضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي وردت صيغتها في النصف الأخير من التشهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى بالصلاة الإبراهيمية أما بالنسبة للصيام فهو عمل جليل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولدة بالصيام حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه ليوم الاثنين ويوم الخميس قال هذا يوم نولدت فيه وذاك يوم نزل علي الوحي فيه ناخد اتصال من الأخت آمات الله السلام عليكم اتفضلي اذا تكرمت وقت التلفزيون علشان الصوت يوضح وقت التلفزيون ايوا اتفضلي وقت التلفزيون عندك عشان نقدر نسمع الصوت بوضوح يبدو إن الخط نفصل تحولي مرة أخرى إن شاء الله يا أمط الله شكرا اذا فالصيام من أوجه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أوجه إحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تأكل على جنابه لأن الأكل على جنابه يورث الفقر أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تترك القمامة في بيتك ليلاً فقال لا تبيت القمامة في البيوت فإنها مقاعد الشيطان مثل هذه الأمور والسنن أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار وإكرام الضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة أوصاك بإكرام الضيف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بضبط النفس وعدم الانفعال والغضب فقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الفضول والتدخل في شؤون الآخرين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كل هذه السنن في الأقوال والأفعال والسلوكيات والأخلاق والتصرفات يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته واحتفال بذكرى مولده إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلنحي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالالتزام بالأخلاق التي بعث النبي متمماً لها صلوات ربي وسلامه عليه فقد قال عنه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله أي العباد أحب إلى الله لم يقل أغناهم أو أقواهم أو أعلاهم حسباً أو نسباً أو منصباً أو ما شابه ذلك وإنما قال أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقاً وقال أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وقال ما نحل والد ولداً يعني ما أعطى أو ما ورث أو ما ترك والد لولده خيراً من أدب حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي النور والنبراس الذي نسير عليه يقول علماء النفس إن النفس البشرية لها ثلاثة جوانب جانب عقلي وجانب خلقي وجانب خلقي وقال المستشق الفرنسي جوستف لوبان تعتبر شخصية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي نموذجاً لشخصية بشرية اكتملت فيها الجوانب الثلاثة شخصية كاملة الجوانب الله يشهد والملائك تشهد أن الذي حاز الكمال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا أردنا أن نقف عند جوانب شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجانب العقلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلاً ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن أدلة ذلك موقفه مع ذلك الأعرابي الذي قطع فيافي الصحراء واجتاز المسافات الشاسعة ليطلب النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عناء الصفر وصل إلى النبي وقال أوصني يا رسول الله فقال له صلوات الله وسلامه عليه لا تغضب قال زدني يا رسول الله قال لا تغضب قال زدني يا رسول الله قال لا تغضب لأن الغضب يزج بصاحبه إلى ارتكاب أفعال قميئة قد يندم عليها بعد ذلك وقت لا ينفع الندم إذا تطرقنا إلى الجانب الخلقي عند رسول الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الخلقة بهي الطلعة يقول الصحابي الجليل جابر بن سامورة رضي الله عنه وأرضاه في ليلة صفت سماؤها وطاب هواءها واكتمل بدرها جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله ثم أنظر إلى القمر فوجدت أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ من القمر ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه كنت أخيط في حجرتي ذات ليلة فانطفأ الصراج لما فرغ من الزيت فأظلمت الحجرة فعجست عن المخيط في الظلام فتوقفت عن المخيط حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضاءت الحجرة بطلعته فأخذت أخيط في نوره وورد في بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل في الشمس لأنه كان نورا كما قال رب العالمين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهذا النور كان نورا حقيقيا لأن الحق سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا في القرآن الكريم سراجاني أيها المشاهدون الكرام سراج وهاج وسراج منير السراج الوهاج هو الشمس قرص الشمس السراج المنير هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نظار ابن معد ابن عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تارح ابن يعرب ابن يشجب ابن نبايوت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن إذا انتقلنا إلى الجانب الخلقي وهو أجمل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أخلاقه رحمة مهدا قال فيه رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان رحمة لجميع الخلائق للإنسان والحيوان والنبات والجماد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمر قبل البعسة النبوية قبل أن يوحى إليه على حجر أعرفه في مكة فيسلم علي الحجر بصوت أسمعه وأفهمه ويقول لي السلام عليك يا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يديه وحن جزع النخلة إليه حينما هجره متخزا من برى جديدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع قطة بالليل تمو قام من فراشه وأحضر الماء ليسقيها بيده الشريفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أخذ عصفورا أو طائرا صغيرا من عش أمه صاح به غاضبا وقال أعد فرخ الطير إلى عش أمه فوالذي نفس محمد بيده ما من أحد يفرق بين أم وولدها إلا وفرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسى الطفل الصغير الذي مات عصفوره وطيب خاطرة رأى الصحابة رضوان الله عليهم ذات يوم بعيرا ضخما يعني جملا كبيرا يجري مهرولا متجها نحو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرعوا خلفه مخافة أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أن الجمل وصل إلى دار النبي ووقف خاضعا خانعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه ثم تدحرجت دمعتان كبيرتان من عيني الجمل على غير عادة الإبل وكأنه جاء يشكو هم من ألم به إلى نبي الرحمة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ومسح على عنق البعير بحنان وقال ائتوني بصاحب البعير فلما جاء صاحب البعير قال له لقد شك إلي بعير كأنك تحمله فوق طاقة ولا تقدم له من الزاد ما يكفيه ثم قال قولته المشهورة من لا يرحم لا يرحم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ذات يوم في مكة فرأى امرأة عجوزا تتكفأ في طرقات مكة معها حمل ثقيل تحاول أن ترفعه لكنها لا تستطيع فرأت النبي صلى الله عليه وسلم فنادت عليه وهي لا تعرفه فذهب إليها في بساطة وبراءة ماذا طلبت المرأة من النبي؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله أم مصطفى السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا مصطفى كل سنوات ضيبة يا شيخ وحضرتك بكامل الصحة والعافية ومعات الإسلام بخير إن شاء الله آمين يا رب العالمين تفضل قلت عنك سؤال يا شيخ أنا ستة يعني معرفش أقرأ ولا أكتب ومن فترة طويلة أنا عندي حاجة وستين سنة نعم بس الفاتحة من فترة يعني اسمحتها أنا مجرها إيه بعد ما تعزل مش بقلت بقول الحمد لله رب العالمين والحال ده أنا مستمر يعني تعزل من كل صلاة وأقول الحمد لله رب العالمين ديش يعني مش مسامل أول نعم فسمحت حد قال يعني لازم البسمانة وأنا بصراحة من وصفتها من السعيدة وأنا سبت ما عرفش أقرأ ولا أكتب حاضر يا مصطفى تفضلي تحت أمر أختنا الكريمة أم مصطفى بتسأل عن قراءة الفاتحة بعض الناس يقرؤونها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والبعض الآخر في الصلاة يبدأ على حد قولها بالحمد لله رب العالمين هو أولا هو لا يبدأ بالحمد لله لكن يقرأ البسملة في سره لأن البسملة هي آية من آيات الفاتحة إذا تركناها فقد نقص نقصت الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات أولها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية أساسية من سورة الفاتحة وهي سبع آيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إذن البسملة آية أساسية من الفاتحة أما الجهر بها أو الإصرار بها في الصلاة فهذا جائز وذاك جائز هذا صحيح وهذا صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هكذا وصلى كذلك فالأمر فيه متسع ولا يصح لأحدنا أن يخطئ الآخر الذي يجهر بالبسملة صلاته صحيحة وقراءته صحيحة والذي يقرأ البسملة في سره ثم يبدأ بالحمد الله رب العالمين صلاته صحيحة وقراءته صحيحة والأمر فيه متسع ولا تجزع لهذا الأمر ونسأل الله أن يتقبل منك ومنا جميعا صالح الأعمال نعود للمرأة العجوز التي نادت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف وطلبت منه أن يرفع الحمل عليها فبدلا من أن يرفع الحمل عليها رفع الحمل عنها وحمله على كتفه وأصر على توصيلها إلى المكان الذي ترغب فيه وقام بتوصيل المرأة العجوز إلى دارها فسرت المرأة بذلك وقالت له يا بني إنك لعلى خلق عظيم ولذا فإني سأوصيك بوصية غالية فاحفظها عني ما هذه الوصية؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم سيد أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك سيد أحمد أهلا بحضتك ممكن أسأل بس حضتك على منام أنا شفته منام مين؟ فضل منام شفته أن أنا كنت بأسطى السمك بأسطى السمك كتير أولي نعم والمنام التاني حضرتك شفته كلام ذا مبارح أن أنا كنت بأجمع بدنجان التاني إيه؟ بدنجان 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 مغيب كتير ماشي ماشي فلا شكرا شكرا طبعا المنسي الرحمة بيسأل عن تفسير رؤية رآها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وقال صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له ويرأ في منامه أنه يصطاد سمكا والسمك يدل على الخير والرزق الوفير فهذا هو اللحم الطري الذي نستخرجه من البحر ونأكله كما ورد في القرآن العظيم فإذا صدقت رؤياه فعليه أن ينتظر خيرا ورزقا وفيرا قادما له من الله عز وجل أما بالنسبة لرؤية الخضروات والزروع والسمار فهي تدل على الخير الذي قد يأتي بتعب ومشقة فبالنسبة لرؤيته للبازنجان هو خير لكنه سيصل إليه بعد تعب ومشقة ونسأل الله أن يوفق الجميع قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع الحمل عنها ووصلها إلى دارها قالت يا بني إنك لعلى خلق عظيم ولذا فإني سأوصيك بوصية غالية فاحفظها عني قال لها قولي ما شئت يا أمه قالت يقولون ظهر في مكة رجل يدعي النبوة اسمه محمد إذا لقيته فإياك وأنت اتبعه قال لها يا أمه أتعرفين من أنا قالت لا قال أنا محمد رسول الله قالت المرأة في عجب وزهول أنت أنت محمد قال نعم أنا محمد فغرقت عيناها بالدموع ووجدت لسانها يتحرك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا حبيبي محمد رسول الله هذا هو رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة شلت يمينك يا من أسأت إلى رسول الله يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الضهر والتاريخ كفاكا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للإساءة والأذى منذ القدم نأخذ اتصال أخونا أبو عبد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بيك الله يبارك فيك إذا عليك عم شاكل طيب وحضرتك وصيرك الكريمة والأمة الإسلامية جميعا بالخير وريمنا ببركاته ربنا عدعينا عليك جميعا بالخير جميعا بالخير حضرتك وإيه لا ينفعش الإنسان يعملها هو جنوب وهل يجب للإنسان من ينام هو جنوب ولا لا حاضر حاجة تانية أبو عبد الله شكرا ماشي أخونا أبو عبد الله بيسأل عن الأفعال التي لا يصح للجنوب أن يفعلها في أمور معينة بتحتاج طهارة أولها الصلاة ما ينفعش طبعا صلاة بدون طهارة لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني من سرقة أو من حرام فإذن ما ينفعش صلاة إلا بعد الإنسان ما يغتسل من الجنابة كذلك مس المصحف وقراءة القرآن الطواف بالبيت الحرام ممنوع الطواف إلا على طهارة لذلك تحرم الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن فيه والطواف بالبيت الحرام على الجنوب والحائض والنفساء إلا بعد الطهارة والاغتسال أما بالنسبة للنوم فيجوز للجنوب أن ينام ولكن الأفضل أن يغتسل قبل نومه فربما فاضت روحه إلى بارئها فيلقى الله على طهارة لكن يجوز له أن يبيت جنوبا حتى يستيقظ يكره الأكل على جنابه لأن الأكل على جنابه يورث الفقر يكره معاودة الجماع وأنت على جنابه إلا إذا توضأت كفاصل يستحب الوضوء إذا أردت أن تعاود الجماع مرة أخرى نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتطهرين ومن التوابين معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا تبضلي يا فندي ماشي البنتي يعني حلمنا حلم تبضلي إن هي معاها بعتاشر ألف جنيه ورح أجابت بيهم دهر فبعد ما جابت بيهم الدهب يعني اشترت بهم فعلا دهب فإحنا معا إلها تلات أخوات تاني بني يعني ذكرتهم وهي في إيه وبعد ما اشترت الدهب بيه فرجعتهم ورح أجابت لأيه لي خاتم اللي أنا ولقتها وجابت للبنتين اللي هما اللي وراها على طول يعني اتصارت من الدهب ده وجابت الدهب للهدية البنتك الرابعة فيه فعايزة عرفت إن حلم بنتك متزوجة ولا عزباء لا بنات يعني لا مش مش زوجنا شكرا جزيلا شكرا نشترت في حلم ثاني بعد فضلي يبدو أن الخط انقطع شكرا أختنا الكريمة بتسأل عن رؤية رأتها ابنتها بتقول إن هي شافت إن معها مبلغ من المال وراها تشير به ذهب أولا الذهب في المنام يدل على الفرح والسرور لأنه من مظاهر البهجة والسرور والفرح عادة الخاطب الخاطب يحضر لمخطوبته شبكة من الذهب أو المصوغات فهي تدل على الفرح والسرور الخاتم من الرؤى التي تدل على زوج أو خاطب قادم للفتاة العزباء يعني هناك بعض الرؤى إذا رأتها الفتاة العزباء فإنها تدل على وجود خاطب أو زوج صالح أو عريس قادم لها الرؤى دي بتتمثل في رؤية الخاتم نحن شوف أنها بتلبس خاتم أو بتشتري خاتم الثوب الفستان إذا شفت أنها بتلبس فستان أو الحزاء كذلك الحزاء أيضا أو التاج الذي تلبسه المرأة على رأسها أو رؤية شيء في الرقم ثمانية ثمانية أزواج كما جاء في القرآن الكريم فرؤية الخاتم تدل على خير قادم أو زوج سيتقدم رجل صالح يتقدم لخطبة الفتاة ويتبعها أخواتها في هذا الخير إن شاء الله وفقا لما جاء في الرؤية وأما المبلغ 14 ألف من الجنيهات فهو يدل على تعدد المناسبات السعيدة وتعدد أسباب الخيرة هذا الرقم له دلالة لكن الدلالة ستكشف أمامكم في الوقت المناسب يعني حينما ظهرت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم رؤية تصدع الشرفات الأربعة عشر في إيوان كسرة فكانت ترمز إلى سقوط هذه الدولة دولة الفرس بعد أن يحكمها أربعة عشر حاكما نعود إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يتعرض له من إساءات واستهزاء في العصر الأول أو في عصر فجر الإسلام كان هناك رجل يقال له جد بني مروان هذا الرجل كان محبا للسخرية والاستهزاء والتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يفتح فمه بصورة مزرية بصورة مبالغ فيها وكأنه يهزأ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم ينظر خلفه ولكنه شعر بنور البصيرة بما يفعله هذا الرجل فقال دون أن يلتفت فضى الله فاك فسقطت جميع أسنانه على الفور ولكن هذا الرجل وهو جد بن مروان لم يرتدع ولم ينزجر جاء في مرة أخرى ومشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يترنح ويتمايل يمينا ويسارا وكأنه يسخر من مشية النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم ينظر خلفه ولكنه رأى بنور البصيرة التي أعطاه الله إياها ما يفعله هذا الرجل فقال كن كذلك فمنذ هذه اللحظة أصيب هذا الرجل بشلل رعاش وصار لا يستطيع أن يتحرك إلا بهذه الحركة التي كان يفعلها من باب السخرية بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالحق سبحانه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإنك بأعيننا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فأي قزم صغير يتطاول على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن الله سينزل عليه غضبة وما مثله ومثل سيد الخلائق إلا كمثل نخلة سقطت عليها بعوضة فلم تشعر بها النخلة فلما أرادت البعوضة أن تطير عن النخلة قالت لها أيتها النخلة استمسكي بنفسك فإني راحلة عنك فقالت النخلة الشماء للبعوضة الضعيفة أيتها البعوضة أنا ما شعرت بك حين هبطت علي فكيف أشعر بك وأنت طائرة عني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين ولد من نسل شريف ينتهي نسبه إلى أب الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة عرفت بالفراسة والفطنة كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نزار بن معد نزار بن معد كان له من الأولاد أربعة مضر وربيعة وإياد وأنمار هؤلاء أولاده الأربعة أولاد نزار بن معد وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته دعا أولاده الأربعة وجمعهم وقال لهم يا بني إذا أنا ميت فإياكم وأنت اختلفوا في تقسيم الميراث فإذا اختلفتم فاذهبوا وابحثوا عن رجل يقال له الأفعل جرهمي هذا الرجل يحكم في دماء العرب وهو الذي سيفصل بينكم بالقسط أي بالعدل مات نزار بن معد وجد أولاده مخطوطة مكتوبة بخط أبيهم فيها أربعة أسطر الأسود للأول والأبيض للثاني والأحمر للثالث والأصفر للرابع فقط عجزوا عن فهم كنيها وإدراك ماهيتها فقالوا لا مفر من أن نخرج للبحث عن الرجل الذي أوصانا أبونا بالبحث عنه وهو الأفعل جرهمي هم لا يعرفون إلا اسمه لا يعرفون طريقه أو مكانه خرجوا في البادية يبحثون وبينما هم يسيرون في الصحراء إذ وجدوا بعض العلامات على الأرض تذل على كلئ رعي قبلا فبدأوا يعلقون بفراستهم فقال الأول لقد كان في هذا المكان ناقة وإن هذه الناقة عرجاء قال الثاني وإن هذه الناقة بتراء قال الثالث وإن هذه الناقة عوراء قال الرابع وإن هذه الناقة شرود يعني تائها لا أحد يقودها ووصلوا المسير فقابلهم رجل يهيم على وجهه في الصحراء قال يا هؤلاء أما قابلتكم ناقة في طريقكم فسأله الأول وقال أهي عرجاء قال نعم سأله الثاني أهي بتراء يعني مقطوعة الذيل قال نعم سأله الثالث أهي عوراء يعني لها عين مصابة قال نعم قال إذن فأنتم الذين سرقتم ناقتي فلا أسوقنكم إلى الملك ماذا حدث بعد ذلك هذا ما سنعرفه ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله صلوا عليه وسلموا تسليما كيما تنالوا جنة ونعيما كنا نتحدث عن جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نظار بن معد الذي أوصى بنيه بالبحث عن الأفعى الجرهمي ليفصل بينهم وبينما هم يسيرون وجدوا علامات وعلقوا عليها في وصف ناقة كانت تمر في البادية فقابلهم صاحب الناقة وسألهم عن مواصفات الناقة فذكروها كما هي فقال إذن فأنتم الذين سرقتم ناقتي فوالله لا أسوقنكم إلى الملك حتى يفصل بيني وبينكم قالوا ما سرقنا ناقتك وما رأيناها قال لا بد أن نذهب إلى الملك وساقهم إلى الملك فقال لهم الملك يا هؤلاء أأنتم سرقتم ناقة هذا الرجل حقا قالوا لا والله ما رأيناها قال فكيف اطلعتم على مواصفاتها إذن فقال الأول الذي ذكر أن الناقة عرجاء رأيت آثار أقدامها في الرمال فوجدت أن أحد الأثرين غائص في الأرض أكثر من الأثر الذي يقابله فعلمت أنها ترتكز على إحدى رجليها بقوة عن الأخرى فعي عرجاء وقال الثاني الذي ذكر أن الناقة بتراء يعني مقطوعة الزيلة رأيت بعرها أي روسها مكوما على الأرض ولو كان لها زيل لم تصع به البعر وفترش فمن عادة الإبل أن البعير أو الجمل يمصع روسه يعني يحرك زيله عليه ويفرشه على الأرض بعد ذلك ولكن الروث كان مكوما إذن فهي لا زيلة لها فهي بطراء وقال الثالث الذي قال إنها عوراء كان أمامها في المرعى كلأ طيب وكلأ فاسد فتركت الطيب وأكلت الفاسد فعلمت أن عينها التي في جهة الكلأ الطيب كانت مصابة فلم تأكل منه فقلت إنها عوراء وقال الرابع الذي ذكر أنها شرود رأيت آثار اتجاهها ليست مستقيمة وإنما تنحرف يمينا ويسارا وترجع إلى القلف فعلمت أنها شرود لا أحد يقودها فأعجب الملك بهم وقال لله ضركم أنتم دهات العرب من أنتم قالوا نحن أبناء رجل من العربي من قبيلة قريش يقال له نزار بن معد مات أبونا وأوصانا قبل موته بالبحث عن رجل يقال له الأفعى الجرهمي حتى يقسم بيننا الميراث فخرجنا للبحث عنه وحدث لنا في الطريق ما حدث وجئنا إليك قال أنا الأفعى الجرهمي الذي تبحثون عنه ولكن كيف أفصل بينكم وأنا دونكم فأعطوه المخطوطة المكتوبة بخط أبيهم فنظر إليها فوجد الأسود للأول والأبيض للثاني والأحمر للثالث والأصفر للرابع قال أعند أبيكم خير دهم قالوا نعم قال هي للأول لأنه قال الأسود للأول ثم سألهم أعند أبيكم ماشية بلق من الخبلق يعني غنم أبيض قالوا نعم قال فهي للثاني لأنه قال الأبيض للثاني ثم سألهم أعند أبيكم نوق حمر قالوا نعم قال فهي للثالث لأنه قال الأحمر للثالث ثم سألهم أعند أبيكم شيء من التبر أي الزهب قالوا نعم قالوا قال فهو للرابع لأنه قال الأصفر للرابع شكروه وهموا بالانصراف فأبى عليهم إلا أن يكرم ضيافتهم أعد لهم مأدوبة طعام جاءهم فيها بشاه وعنب وخبز وغير ذلك وجلس الإخوة الأربعة يطعمون وجلس الملك غير بعيد فأخذوا يتناقشون وهم يتناولون الطعام فقال الأخ الأكبر إن هذه الشاء التي نأكل منها رضعت من لبن كلبه والملك يسمع عن بعد في عجب وزهول وقال الثاني وإن هذا العنب الذي نأكل منه نبتت شجرته على قبر قال الثالث وإن هذا الخبز عجنتهم رأة حائض وقال الرابع وإن هذا الملك الذي أكرمنا وفصل بيننا ليس ابن أبيه يعني جاء من سفاح لا من نكاح سمع الملك ذلك فتعجب لأنه لا يعرف شيئا عن مثل هذه الأمور فقال هل يطلعون الغيب والله لأتحققن من ذلك فأحضر راعي الغنم وسأله عن هذه الشاء فقال إنها شات ولدتها أمها ثم ماتت فأشفقت عليها كلبة كانت تمكث أمام داري وأرضعتها حتى بارك الله فيها ثم ذبحناها للضيفان أحضر الكهرمان وسأله عن العنب فقال إنها نبتة زرعتها على قبر أبي يوم أن مات ولم أجد خضرة أضعها على قبره سواها فبارك الله فيها ونمت وتسلقت وترعرعت وأثمرت عنبا شهيا تأكد من أن الخبز عجنته إمرأة حائد وكان غير ملتئم النسيج قال بقي أن أتحقق من نفسي فذهب إلى أمه وقال لها يا أماه أنا ابن من؟ أأنا ابن الملك الذي ورثت عنه الملك حقا أم غير ذلك؟ قالت له أي بني لقد كان الملك عقيما لا ينجب فخشيت على ضياع الملك من بعده فجئت بك من عبد وعسى الله أن يغفر لي خطيئتي فتأكد من فراسة هؤلاء وأن الله عز وجل يزيد في خلقه ما يشاء كما قال يزيد في الخلق ما يشاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاده الله في الفراسة وفي الخلق وفي الرحمة لما نزل قول الحق تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا ربي زد أمتي فنزل قول الحق سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء فقال نبينا صلى الله عليه وسلم يا ربي زد أمتي فنزل قول الحق سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولية مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي زد أمتي فنزل قول الحق جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب زد أمتي فنزل قول الحق تبارك وتعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فقال نبي الرحمة يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار فقال رب العزة يا محمد لو شئت أو كلت أمر أمتك إليك قال لا يا رب فأنت أرحم بهم مني قال رب العزة إذن فلن أخزيك فيهم أبدا ولا سوف يعطيك ربك فترضى جاء الحبيب إلى الوجود يتيما والكون في ضرب الظلام سقيمة فأنار للكون العلي لظلامه بشريعة لا تقبل التقسيمة فهي الشفاء لكل قلب موجع ومزاجها بين الورى تسنيما يا مؤمنين بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق لنيل شفاعة قال صلوات الله وسلامه علي من صلى علي عشر حين يصبح وعشر حين يمسي وجبت له شفاعة وفي رواية أدركته شفاعة يوم القيامة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سببا في نجاة صاحبها من الهم والغم والكرب وسوء العذاب والعياذ بالله يقول العارف بالله عبد الواحد ابن زيت كنت أحج بيت الله الحرام وكان معي في الحج رجل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما انتقلنا من مكان لآخر فسألته وقلت له يا أخي ما سر صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتحلنا أو حللنا قال لي يا عبد الواحد والله إن لهذه الصلاة سر قلت أخبرني عنه يرحمك الله قال في العام الماضي خرجت مع أبي لنحج بيت الله الحرام فمات مني أبي في الطريق وكان أبي أبيض الوجه أبيض البشرة فلما خرجت روحه اسود وجهه وصار كأنه فحمة سوداء فغطيت وجه أبي واكتأبت وانكفأت ونمت حزينا بجانب الجثمان المسجة فرأيت في منامي رجلا أبيض الوجه رجلا أبيض الوجه كله جلال وجمال أقبل علي وقال لي يا عبد الله ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله إن أباك كانت بينه وبين الله ذنوب سودت وجهه ولكنه كان يصلي علي فشفعت له صلاته علي عند الله فإذا قمت من نومك فكشف الغطاء عن وجه أبيك قال فاستيقظت من نومي فرفعت الغطاء عن وجه أبي فإذا به كأنه قطعة كمر أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته